اهلا بكم متابعينا ومتابعي اليوم السابع وبس مباشر جديد وبس هنا النهاردة من محافظة سوهاج وتحديدا من مديدة طمق واعمال البحث عن الفتاة نصرة التي لقيت مصرعها غرقا بنهر النيل 264 ساعة هي عمر المدة الزمنية التي موجودة حاليا داخل نهر النيل واعمال البحث داخل نهر النيل وظلمات نهر النيل هناك العديد من الفرق التي جاءت للتطوع وكان من اشهر الفرق فرقة هشام عبدالجليل من الشبكة من المنصورة التي جاءت متطوعة للبحث عن الفتاة داخل نهر النيل بداية القصة نذكركم بها ان كان في يوم من الايام الفتاة نصرة واحد قريبها كانوا هنا في التنزه بنهر النيل فتاة كانت سوف تلقى مصرعها غرقا انقذتها نصرة الا انها هي ايضا سقطت حاول خطيب شقيقتها انقاذها الا انه لقيا مصرعها غرقا تم انقاذه تاني يوم وتم استخراج جسته تاني يوم من نهر النيل لكن نصرة ما زالت قابعة اسفل مياه نهر النيل البحث عنها مستمر لمدة 11 يوم حتى تاريخه لكن تعالوا نعرف تفاصيل اكتر من كابتن اشام وايه اللي حصل من اول ما جه بسالة الخير يا كابتن اشام سيكا راجلة محترم الاول عرف الناس حضرتك مين والنهاردة اشام عبدالجليل الشبكي الكبير مدريب الغوص لجمهورية مصر تمام ايه اللي حضرتك جيد هنا عشان تساعد في قصة بناء انا عن مكالمة من تلفونية من الاهاري اللي في بنت غرقانة في المياه فطبعا دي شغلتنا من 40 سنة انتشال جسامين على مستوى الجمهورية تمام احنا جينا البلد دي بلاغ مختلف عمرنا ما شوفناه في ال40 سنة كان في فيضان في مصر كانت المياه اعلى و 3 متر ما احنا واقفين نيل مغرق الجزر ومغرق الاراضي الزراعية يمين وشمال لما تيجي تشوفي البلاغ سرعة المياه المياه انحصرت دلوقتي الاهالي الشاكين في عوامة وارا هناك هي حاولوا يطلعوها باشد طريقة معرفوش يطلعوها معرفوش يطلعوها احنا برضو في اعمال انكمل مكابتن شام لكن برضو في اعمال البحث بحت امرك يضا العملية بما فيها بسم الله الرحمن الرحيم البلاغ ده ما شوفناهوش من 40 سنة بلاغ صعب كده ايه الغموض في البلاغ واللي كان غريب الناس عايزة تعرف ايه الغريب في البلاغ قوة المياه ما شوفناهش قبل كرة سرعة المياه ما شوفناهش قبل كرة فرق فرق المياه ما تعملناش مع مياه بالسرعة دي كل حاجة نميل حيارات اللي في المياه جميعها الحاجات اللي ميتة كلها بخزينا قدام بوابة السيوت يعني احنا روحنا شوفنا قوات الحيونات اللي موجودة مشوفناش قبل كرة النيل هتحداك تلاقي حاجة في النيل هتشاك في النيل طب ايه السر ان هي ما ظهرتش وطافت زيها يعني زيها من حاجات التانية كل الزرع اللي حضرتك شفته ده كان علوه على الارض تلاتة متر ونزل كان ارتفاع نهر النيل وصل الفيضان في تلاتة متر اول فيضان يضرب مصر من خمسين سنة والكرم ربنا محدش من الاهل يحس بيه عشان تشكى والعوينات والعاجات دي كلها الميا داخلت عليها لكن الاراضي الزراعية كلها هنا غير ات اللي هي الجزر لخص الليل غير ات ايه اللي انتو عملتوه او ايه المجهود اللي انت بازلتو تقول فريق انا نزلت وتعورت هادي رجل هي من جيش تحت الميا اول ما جيت نزلت كنص المنطقة لحد العوامة العوامة الوراق مسافة خمسمائة متر دي كان من مكان وروحنا لحد قصيوت مرتين رايحين جايين نشوف الكسمن فين ملوش اصل الميا داخل ستمائة سبعمائة متر على ايه الاراضي كده كل الناس خايفة تنزل للاراضي الزراعية طب ايه الغريب في القصة ايه الغريب في البلاغ اللي انتو شفته بلاغ مية تلاتة متر غرقت كل الجزر ونزلت مرة واحدة بزرعها وخادت كل حاجة في الشهوة يراحل حتى قصيوت المتعرف عليه ان اي جسة تلت يام وتطلع تختلف حبيب قلبي حسب رئة الغواص فيه ولد طلعه الولد ده كان نازل مع اخر نفس ما كانش في الرئة هو البنت دي نزلت وفيه هوا في صدرها مم وفيه هوا في ايه في صدرها معايا معايا الهوا اللي في صدرها يعملوا كأنه بلونتين كأنات نفخت تمشي مع تحت المياه بتسبتش في المكانها هو الاهالي هنا في البلد زي كل بلد متوقعين البنت اللي غرقت البنت اللي غرقت هتبقى في نفس المكان مم غواص جي قال لهم اللي خبطت في حاجة اشتغل الناس كلها زي ما كيف فطبعا العملية صعبة الناس متعلقة بالامل حد اخر لحظة المفروض اللي انت لو لنزلت وخبطت في حاجة ما تبلغشي اللي ما تنزل تجيب امانتك وتطلع ما تلعبش بالنس ما تلعبش ايه المتوقع يا كابتن نشام ايه المتوقع اه في الفترة المشروعة من المشارح اللي قدام مننا تتصل الانكاز النهر الى قلبيت قدامنا لليوم السبعتاشر وبعد كده المعدة تضرب الارض مقبرة والنيل مقبرة وربنا يعطر اهلها فيه لان الموضوع ما هوش سهل موضوع ده ما تكررش من خمسين سنة ما حدش تستصر ومساحت النيل عندكم ان شاء الله كبير مش انت تفاهم معي يعني شايف الناس هنا بتهتف وطول يا رب ان هما يكون في الحكاية الخطاف دي ان يكونوا يلاقوا حاجة نقول يا رب نقول يا رب بس لو فيه غريق تحت مش بحتاج خطاف انا بنزل اسليكم من سيخ الحديد بي ايدي واطلع ايه اللي انت شفته في رحلتك والاسناء شغلك في الخلق انا اول ما جينا كان تنزل بطس في المكان اللي هي جرقت فيه جاب من وارا بعشرين متر وعد على المكان لان الاهلي قالت فيه سخور وفيه حديد هو بس في السخور والحديد تمام وطلع لي قدام النهاردة الملكب اللي جات حركت المي الملكب اللي جاء المكان بتعطي حركة المي من تحت لانه في حاجة مجيوم في المية هتطلع فاحنا دلوقتي بنتكلم في حداشر يوم وبالنيل بالسرعة دي والفيضان اللي حصل فمستحيلة شكل النيل يختلف تماما عن شكل البحر بحكم دل كلياتها بمعنى يعني وضح بقى فيه ملت وجزر في البحر اه بيرمن جسمان عالشط تمام اما النيل بياخد لقدام تمام سرعة النيل انا عايل غيرق مني في اطبيح جبته تاني يوم من ما سبيره قدام التلفزيون خمسين كيلو مم سرعة النيل في الليلة خمسين كيلو ممم ماخنش فيضان وصلتك. شكل شكل النيل. طام يا ما فيش رؤية. فيش رؤية خارج. ما تشوفش ايدك ما تشوفش صبعك. ما بتعتمد على ايه في عملية البحث? في حبل اشارة ما بيني وما بين المركبة ويسيب نفس المية تحت المية. اي حاجة تخبط فيها يعني هنا عامل الصدفة بيبقى اكبر عامل معك بيساعدك. وفي اماكن بيبشكين فيها. اماكن الفات يا جمعات فيها حجيفة فيها اي حاجة. قصة ريحة ايه بقى يا قصة ريحة. اي جسم تحت المية بيطلع افرزات. مم. بتيجي على زرعة بنشمة. هل هي ريحة عافنة مسلا ولا? اسوأ ريحة في الدنيا ريحة البناء ده. مم. اسوأ ريحة في الدنيا ريحة الانسان. انت حضرت الفريد الغصي يا اسواز عبدالله. تمام. نزلت كم مرة? لا انا نزل معها لطول. لا فالنيل هنا عندنا نزلت كم مرة. لأ هو كبتن عشان بس نزل كناس المنطقة وعمل يعني جابها لحد هنا العوامة مفيش. لديش اي حاجة. برضو كنا كابتن عبدالله مع برضو من فوق بالاشارات برضو مع مفيش اي حاجة. كناس المنطقة كلها مفيش اي حاجة هنا خالص. او رحنا برضو مبارح لحد خزان اسوط والمبارح برضو نفس الكلام. مفيش اي حاجة. عاملن مشين من ع الجنب الشمال وحنا راحين وع الجنب اللي مين وحنا رجعين. بحيس ان انتجاهات المية. مفيش اي حاجة خالص. هو الموضوع خلاص الموضوع متوقف على كرم ربنا. ودعوة حلوة من واحد صالح. ان ربنا يزر البنت. يعني انت بالطالب الناس كلها اللي بتشوفنا. بالدعاء. بالدعاء انت فاهم معي. شغل الجواصين ما عادش ينفع. احنا اليوم الحداشر. ما ديش غوص بعد اليوم الحداشر. جسمة البنت بشك من اول يوم. ويمكن عدت. والله اعلم. اسوط. احنا عايزين الناس اللي على المحافظات اسوط والمينيا. يتابعوا. يتابعوا. ينبكوا سوابع اعتبروها بنتكو اعتبروها اخطكو. ناس حتى امل اللي هي تحت العوامة اللي هو ورا دي. رسالة برضو عايزين انت انوجهها للناس اللي بتشوفنا. رجاء من جميع الناس احنا محتاجين الدعاء. ومحتاجين الجماعة في اسوط والجماعة في المينيا يبصوا في الميال. اي جثمان يزهر اتصل بالتليفون عرف اهلها. اهلها يتجننه. ربنا ما يكتبها على حد. عايزين نسطر البنت دي يا رب بحق اجأ النبي. اه رب. يا رب نسطر. احنا كمان شايفين ان المصليين كمان بيصلوا لنغرب. وبيدعوا لي. اللهم بارك على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. وهم جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ورسولنا. وجماء احزاننا. ونهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارفعوننا الوباء والبلاء وسوء الأمراء. اللهم برحمتك نستغيث فاغثنا. اهلها كمان. يا من نجيت يونس من بطن الحوت نجي أمتك من هذا النهر يا من نجيت يونس من بطن الحوت نجي ابنتنا من هذا الغرق يا غيات المستغيثين أغثنا يا غيات المستغيثين أغثنا يا ودود يا هذا العرش المزيد يا فعال لما تريد يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم أنزل علينا سحائب رحمتك اللهم انزل علينا سحائب رحمتك اللهم انقطعت الأسباب وأملقت الأبواب ولم يبقى لنا إلا باب اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا وأزل همنا وارحم ضعفنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وتول أمرنا وفض حوائجنا وفض حوائجنا اللهم إننا نسألك بعزك وذلنا إليك إلا فرجت كربنا اللهم إننا نسألك بقوتك وضعفنا إلا فرجت كربنا يا غيات المستغيتين أغثنا يا مجير المستضعفين أجرنا يا مجير المستضعفين أجرنا يا من تقول للشيء كن فيكون أجرنا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهل وعاملنا بما أنت أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى والمغفرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله وعاملنا بما أنت أهله عند أهل التقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين أرحمنا اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وإنك أنت الأعز الأكرم وقاهم أنت الذي تقول وقولك الحق ودعوني أستجب لكم يا نحن يا مولانا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا لا يقع إلا الأمل لا يقع إلا الدعاء والتعلق بالله عز وجل من أجل الاستجابة لخروج جسمان الشهيدة نصر التي لقيت مصرعها غرقا بنهر النيل منذ 264 ساة 11 يوما على حادث الغرق تم استخراج خطيب شقيقتها وتم دفن وتم مورات جسمانه في مسواه الأخير بقبره بمدينة طيمة ولكن هنا مستمرون معكم في بسنا المباشر تجمعات كبيرة للأهالي عدد من فرق الغطس والغطسين أتوا من محافظات متعددة المنصورة والشرقية وفرق من محافظة سهاج من أجل البحث عن الفتاة متطوعين لهم جزيلة شكر وما زالت أعمال البحث مستمرة أسفل محور كبري طماء العلوي على النيل وسط دعاء الأهالي والتجمعات متمنين أن يكرمه الله عز وجل في استخراج جسمان النصر التي مر على غرقها 11 يوم حتى الآن ترجمة نانسي قنقر انتهب السنا المباشر من هنا من محافظة سهاج كنت معكم محمود مقبول اليوم السابع متمنين أن يمن الله علينا بكرمه وعطفه ورحمته وأن يصبر أهلها بخروج الجسمان للشهيدة نصرة نسألكم الدعاء لها بسرعة استخراجها من نهر النيل رحمة بوالديها ورحمة بجموع الأهالي الذين يحضرون كل يوم من طلعة الشمس حتى غروبها مستمرين في البحث عن عن الشهيدة نصرة بنهر النيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر